المبادرة الوطنية لتنمية البشرية تجعل من النقل المدرسي أولوية في تدخلاتها بإقليم تطوان باعتباره رافعة ودعام أساسية للنهوض بتعليم الأطفال لا سيما في المناطق القروية ففي إطار برنامجها الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما استثنائيا بتنمية مجال النقل المدرسي في المناطق الحضرية كما في المناطق القروية وذلك بهدف تعزيز الولوج والاستفادة من خدمات قطاع التعليم وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ ومكافحة الهضر المدرسي عدد المستفيد بالجمعية حانا هو 606 مستفيد المستفيد المستفيدات من النقل المدرسي يبلغ عددهم 300 مستفيد ومستفيدة بالإضافة إلى أن هناك تقريبا حوالي 120 إطار عامل مستخدم بالجمعية يستعمل هذا النقل وذلك يتتبين أهمية مساعدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجمعية الحانان والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اعتمادها على مقاربة استباقية جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعم الأطفال هدفا ذا أولوية في إطار مرحلتها الثالثة الرامية إلى مكافحة الهضر والفشل المدرسي ودعم نمو الأطفال المعنيين من أجل تعزيز رأس المال البشري للأفراد في جميع مراحل حياتهم شكرا شكرا